سلام للجميع متابعة للأسئلة في سؤال عن موضوع الخوف من التعامل مع الناس وكأنه في خوف من خلال الآخرين الاعتبار الناس كائنات منفصلة عننا هي عبارة عن برمجة من دماغنا الناس اعتبارها وكأنه عبارة عن أشباح بدها تنال منا هذه رد فعل على قضايا وحوادث صارت معنا بالطفولة أو ما قبل الطفولة عادة عبتكون ناجمة عن صدمات فالخوف من الناس سببه الجوهر العميق قل الثقة بالنفس النفس كليه شموليه النفس الشموليه يعني تشمل خارج الذات خارجنا بالنظر الخارجي وداخل الذات وبالتالي كل شخص من قابله منشوفه عم بيكون رسالة لنا بشكل ايجابي او سلبي اما انه نخاف من الاخرين معناها نحن عقدة خوف بالداخل والخوف اكبر مولد للامراض الخوف كيف مجال انه يروح يروح فيه كثير عيادات بالطب النفسي ممكن تفيد بنسبه معين اما اللي بيصير في عنده ثبات بالافكار اللي بيكون عنده انضباط بالتأمل في قناة اسرار التأمل والحقيقة الروحاني تأملات لازالة هذا الجذر المولد اللي عم نسميه خوف فمن هون اذا انت حسنت ما بداخلك واقعك الخارجي حتى من بدو يتحسن واقعك الخارجي انت توهم رسوم اشخاص صور اشكال هذا الوهم قل الثقة بالنفس انت نفسك الهي الهي اي شمولي الهي يعني كله كله يعني عبتشمل كل الخلق فانك تخاف من شخص من ما يعني انت ما بتعرف الله بصال مش اهاني الكلمة بعد في عندي رائز للموضوع الالهي المعرف الالهي معناها لا يوجد خوف ولا يوجد حسد ولا حقد ولا تنافس مع الاخرين الالهية يعني ما في اشخاص في ارادات اختارت لنفوسها ان تظهر باجساد متفرقة ولكنها تسير ضمن قانون الارادة الواحدة في الجميع في روح واحدة تجمع الجميع شو هي روح الواحدة التي تجمعنا هي المعرف الالهي فالحل اذا بالنسبة للقوف انه ننمو باتجاه المعرف الالهي المعرف الالهي مش هي معرف الكتب ولا معرف الطقوس ولا معتقدات ولا اديان المعرف الالهي هي نفس الروح يسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي امر ربي يعني شي رباني بحث وانت بدك تنمى لهذا المستوى من داخلك وبعطلك عن هذا النمو او المستوى الراقي اي برمج خارجي اي عدم نجاح مع اي تجربة فالمحاكمة اذا المنطقية للقسم الايسر من الدماغ انه الناس انت بتخاف تتعامل معها من كثر ما مصدوم منهم معك حق تنصدم لانه نادر ما تلاقي انسان بيعاملك على مبدأ الدين المعاملة نادر اما اصحاب مصالح اصحاب عقد غايات عقائد يعني معك حق ما اني عقول ما معك حق اما الاحق انك تصير مع الحق الواحد بالجميع وتنفي الزغل وهذا الخوف من نفسك فتشفى للابد انجح وماذا سيحدث انت بتخاف على حالك مع انت بفكر حالك هذا الجسد الماتي بتخاف على سمعتك معانا تاناني بمستوى اخر بتخاف على نهب ممتلكاتك ايضا في انا وارتباطات بمستويات اخرى في قل الثقة بالنفس فعلى تنشيط هاي الثقة بالنفس فانصح متابعة ثلاث قنوات وان شاء الله بالشفاء التام النا وإلك يا رب